تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمل الخيري وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة تابع إجراءات الفحص البيطري لسباق كأس سمو ولي العهد للقدرة والذي تم عصر اليوم بقرية البحرين الدولية للقدرة حيث ينطلق السباق في السابعة من صباح يوم غد السبت لمسافة 120 كم وقد حرص سموه على الإطلاع على الاستعدادات التي تمت لهذا السباق مؤكدا على ضرورة إنجاح البطولة وتوفير مختلف أشكال الدعم والمساندة للفرسان من أجل إبراز الصورة المشرفة للسباق وعن رياضة القدرة البحرينية والمحافظة على الإنجازات الكبيرة التي حققها الفرسان منذ انطلاقه الموسمة الجاري مشيدا بالإجراءات التنظيمية التي رافقت فعاليات إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباق هذا وقد حث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة حث الفرسان على تحقيق النتائج المتميزة في السباق والضفر بالمراكز الأولى في سباق سمو ولي العهد للقدرة الذي يعتبر من أقوى السباقات للقدرة معتبرا أن مراحل السباق فرصة حقيقية أمام فرسان الفريق الملكي والإستبلات المحلية المختلفة لتأكيد تطورهم وقوة منافستهم في هذا الموسم وأكد سموه أن الفريق بات جاهزا للسباق ومن خلال المتابعة المستمرة للتدريبات والذي سيكون حاضرا من أجل مراكز الأولى في السباق وأشاد سموه بفرسان الإستبلات المحلية الذين بذلوا جهودا كبيرة في تجهيز جيادهم للسباق الأمر الذي يؤكد جدية الإستبلات في المشاركة الواضحة لتطوير الموسم المحلي ورياضة القدرة في المملكة مؤكدا أن البطولة ستكون قوية جدا في ظل المشاركة الواسعة من قبل مختلف فرسان الإستبلات المحلية